أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن هناك اهتماما كبيرا بصناعة البوليستر ودعم التوسع فيها في إطار توجه الدولة لدعم وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الانتاج محليا وتقليل الواردات وزيادة الصدرات واستكمال تنفيذ على المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوزير لشركة مصر للحرير الصناعي والياف البوليستر التابعة للشركة القابدة للقطن والغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار والتي تعد أولى منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط وتفقد الوزير خطوط الانتاج والعمليات التصناعية المختلفة واستعرض الموقف الحالي للشركة وخططها التوسعية والتسويقية وحجم المبيعات المحلية والصادرات وذلك بعد عودة الشركة للعمل مؤخرا بعدما كانت متوقفة منذ نحو عشر عاما